تسبب غبار كوني ناجم عن تفكك كويكب عملاقة في الفضاء الخارجي جراء تصادم في تجمد الأرض الأمر الذي أدى إلى قفزة وازدهار في التنوع البيولوجي عليها قبل 466 مليون سنة وقال العلماء الكويكب الذي يقدر عرضه بنحو 105 كيلومترا تفكك في مكان ما بين كوكبي المريخ والمشتري ونجم عنه كمية هائلة من الغبار الذي اندفع باتجاه الأرض فحجب أشعة الشمس وتسبب بانخفاض حاد في درجة الحرارة ووفقا للعلماء ظل الغبار الكوني تدفق إلى الأرض طوال فترة مليون سنة ما يعني أن التبريد الذي تعرضت له الأرض كان تدريجيا بما يكفي لتكييف الأنواع الأمر الذي أدى إلى تطور كائنات جديدة قادرة على البقاء على قيد الحياة في المناطق ذات درجات الحرارة المختلفة